انا على التليفون سات النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اهلا بيك يا سات النائب اهلا بيك ازاي الحال كله تمام؟ الحمد لله بفضل ربنا والله اولا نقدر نقول مبروك على بداية موسم الحصاد في شرق العوينات ودي حاجة عظيمة ويمكن يجي على بالي حاجتين حاجة منهم متعلقة بكلام فخمة الريس على الاستخدام الرشيد للمياه في الزراعة بالتحديد وانا حتى كنت بقول احنا زمان ما كناش بنصنع مكان بيفت بقينا دلوقتي بنصنعه اللي هو الرأي المحوري عندنا هنا في مصر فازن احنا بدأنا ناخد خطوات حقيقية في هذه الرشادة في الاستخدام لأ ايوة معك كنت بتكلم على مسألة اتخاذنا للعديد من الخطوات فيه ترشيد استخدام المياه في الزراعة تحديدا سواء اذا كان فيه معالجة المياه الاستخدام اكتر من مرة او استخدام السليب شديدة الحدثة في الرأي عايزين نعرف اكتر عن ده ومستقبل كمان هذه المناطق زراعيا في انتاج المزيد من حصلات الامحة او محاصيل اخر انا بداية بس اشكر حضرتك وفي نفس الوقت بقول لحضرتك انت النهاردة كان يوم عيد من بعيات اللي بيحتفل بقى المصريين وهي بداية موسم حصار الامحة الحقيقة النهاردة الاستاذ الرئيس افتتح مجموعة من التوسعات الزراعية اللي تمت في توشكا وفي الفرافرة وفي عين دلة وفي شرق الوعينات وفي واشواء مستقبل مصري وفي وادي الشيح هذه المساحات الحقيقة اللي بلغ اكماليها حوالي 74000 فتان تم زراعاتها بمحصول الامح الزراعات بتم بطرق الرأي الحديثة على طريق الرأي المحواري اللي هي استخدام البيوترات المطر المياه طبعا في اغلب هذه الاراضي هي المياه الجوثية والحقيقة المياه الجوثية النهاردة يعني تزل بالتوسعات اللي بتم في الاراضي الصحروية بداية بيتم دراسة البير اللي بتتاخد منه المياه وبيتشاف ان هو اذا كان بير متجدد ولا لا المحوزون الجوثية لحيث يبقى فيه تماما مستدامة على النهاردة لما بستصلح ارض المفترض ان الارض دي تزل على فترات طويلة وبالتالي بيتامل دراسات لهذه الابار واذا كانت متجددة ولا لا المحوزون الجوثي اللي موجود يكفي لسنوات عديدة ولا لا وبتبدأ النهاردة استخدام طرق الرأي الحديثة اللي هي في المحوزات الكبيرة بتبقى غالبا الرأي المحواري اللي هو البيبول الدولة الحديثة طبعا على استخدام كل لتر مياه لان النهاردة احنا مع الزيادة التانية اللي تمت المحوزية حسيتنا من مية النيل والجازة لاستخدامات بالمية فبقى الموضوع ضرورة حسمية مش رطائية الجزئة التانية ان احنا في الوقت الحالي طبعا المحطات المعالجة الاملاقة اللي تتعمل واللي تعمل منها حاليا اثنين في منطقة بحر البارك وفي منطقة المحتمى والمحطة الاملاقة الثالثة اللي بتتعمل في مارب الثالثة اعتقدت بدي مشروعات دلتة جديدة في مياه الري اه هذه العمليات اللي بتتعمل عن طريق اعادة تخدام المياه اه بنقدر من خلالها هنعمل التنسيقات الافقية اللي موجودة في الوقت الحالي لان ذو تحدي كبير جدا تحدي توفيل الغذاء للمواطنين في ظل ظروف عالمية صعبة وظل خلل في الوجيسيات الخاصة بنقل محاصيل الحجوم انما انا عايز اقمن الناس وقولهم ان احنا انحنا ماشيين في الطريق الصح بنزود انتاجيتنا عشان نسد الفجوة الغذائية وفي نفس الوقت نزود صدراتنا الزراعية المصرية من قلل توفير الاملا الصعب هاي طيب المساحات المزروعة بالامحة اللي تكلمنا عليها ذكرت تقريبا تقريبا 650 الف فدان هم حوالي 375 الف فدان افن 350 الف فدان بتشكة فيه في عين دالة 4000 فدان في الفرافره 4500 فدان شارق الاوينات 146 الف فدان مستقبل مصر 70 الف فدان فيه في ودي الشيح الف فدان كويس ويمكن السابق ليس لا تعلق على منطقة ودي الشيح دي بان كانت سبق محاولات عديدة لزراعيتها وكانت اغلبها بتبوء بالفشل طيب معدل الانتاجية في هذه الاراضي المزروعة قمحا ممكن يوصلنا لكام طن من الامحة السنوية فالاراضي تحديد انا عايز اقول لحضرتك ان معدل او انتاجية بخطة عام بخاصة للمصول الامحة 18 ارداب للفدان انما هذه المناطق المستصلحة وابتزرع بطرق الراية الحديثة وابتزرع بالمكانة فارتصل انتاجيتها من 22 إلى 25 ارداب للفدان طيب علشان المشاهدة عادي في الاراضي طبعا وزنه 150 كيلو وبالتالي لو قلنا 20 ارداب يعني حوالي 3 طن ومصد في الفدان 3 طن فدان اه بالضبط بالضبط يعني توصل لحوالي مليون طن تقريبا من الامحة لو قلنا 3 طن في مساحة حوالي 375 ألف فدان يعني حوالي 3 طن عظيم ده معناه ان انا اقدر اخلى في الاراضي المناطق القديمة اللي مزروعة طبعا النهاردة احنا عندنا الحمد للقاء انتاجية مصر تصل حاليا لحوالي 10 مليون طن امحة كويس اوي انا احتياجاتي قد ايه بقاسات النائدة احنا احتياجاتنا بتوصل لحوالي 17 مليون طن بيتم استراض الباقي من الخارج احنا انتاجيتنا يعني التطور اللي حصل في انتاجية ده حاجة كويسة جدا ان احنا لوصل ل 10 مليون طن امتانية من حوالي 3 مليون و 300 ألف فدان تقريبا بيتم زرعتهم ايه 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 المستعدة في توريده للشركات المطاحن السنان دي حوالي يعني اربعة مليون طن تقريبا او اربعة شوية كويس اوي معلش انا هأوسقل عليك كمان أنا كنت في سنة 2014 بقدر أنتج كم مليون طن لا لا ما كانش الرقم ده موجود خالص بعيد بعيد معدلها حوالي 7 مليون طن 7 ونصف مليون طن انت زدت حوالي 3 مليون طن في الفترة الأخيرة الله أكبر وده يقلل من الضغط على العملة الصعبة المتعلقة بسيادة الأفناء الأفعار الجديدة اللي علانتها الدولة الارداب رفع من 850 جنيه السنة اللي فاتت لـ 1500 جنيه فده بقى حافظ عند المزارع لأنه بدأ يبقى المرسل الإمسادي على زراعة المحاطين اللي زي الأمح في الأساس ومحصول الطرع أيضا ومحصول فلصية هذه المحاطين حصل زيادة عالمية كبيرة بأفعارها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة الخلل الجزء اللي موجود في عمليات المقلة في الوقت الحالية عظيم جدا يا رب يوفق وآلف شكر سات النائب نورتنا كل الشكر سات النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب